بسم الله الرحمن الرحيم بحلقة مهمة جداً حلقة مميزة هتكون مع المدير الفني الأجنبي اللي قطاع الناشئين مستر بروكتش النهاردة هيكون معنا في الجزء التاني ما شاء الله الناس الفترة اللي فاتت كانت مبسوطة جداً كل الأهلوية اللي تبعوا كأس الربطة شفنا مباريات الأهل أمام الجونة أمام الإسماعيلي أمام المؤولين العرب زي ما لما كنا بنشوف كتاعة الناشئين كنا ممكن بيطلع واحد أو اتنين في الموسم لكن النهاردة لما نشوف بطولة زي بطولة كأس الربطة مصر مسماني يعتمد على فريق كامل النجاح الكبير دوت أكيد فيه شغل كبير داخل قطاع الناشئين من ناد الأهل من أول يوم هنا طلعنا في برنامج الأشبال وكنا بالراهن دايماً الناس ونقول إن احنا عندنا قطاع ناشئين قوي عندنا ناشئين موهوبين كنا دايماً بنسلط الضوء عليهم في الوقت الناس كانت بتقول فين أبناء الأهلي فين ناشئين الأهلي دايماً قطاع الناشئين من ناد الأهلي ولاد على مدار تاريخه فعلاً الفترة دي والخطة اللي اتحطت من ثلاث سنين علشان نبدأ نحصد النجاحات بتاعتها الكبيرة والشكل الحلو اللي ظهر خلال الأسبوعين اللي فاتوا الحديث كله هيكون مع مصر بروكتش مصر بروكتش اللي ناد الأهلي اتعاقد معاه الموسم الماضي علشان يحط الفنيات يوحد طرق اللعب يحصل تواصل ما بينه وبين الفريق الأول علشان كده ما شاء الله شوفنا لعبة كتير خلال فترة دي ولسه مازال عندنا قطاع الناشئين ما شاء الله فيه لعبة كتير مواهب لسه هتاخد فرصتها خلال فترة القادمة ودائماً هنقول ان قطاع الناشئين بالناد الأهلي واللاد على مدار تاريخه كل الكلام ده هيكون مع مصر بروكتش فيه الجزء التاني ان شاء الله من حلقتنا بكرة ان شاء الله كل المصريين الساعة ستة ان شاء الله بتتركب او بتنتظر لقاء مهم جداً منتخب مصر امام الكودفوار كودفوار من المنتخبات القوية جداً في كرة أفريقيا لكن احنا ان شاء الله عندنا منتخب مصر منتخب مصر لما بنتكلم بنقول يعني التاريخ لما نشوف مواجهات مصر امام كودفوار في بطولة أفريقيا الحمد لله كل مواجهتنا مع كودفوار دايماً كانت الغلبة فيها لمنتخب مصر قابلناهم سبع مرات في بطولة كأس الأمم الأفريقية فزنا في سبع مرات ان شاء الله تكون المرة التامنة بكرة محمد صلاح ورفاق وبكرة المصريين بيعولوا عليهم الكثير والكثير بكرة أنا مش قلقان من منتخب مصر بكرة وحالته احنا آه خسرنا من منتخب نيجيريا في ضربة البداية منتخب نيجيريا من المنتخبات القوية خارج أمام تونس منتخب تونس اللي واجه بزكاء منتخب نيجيريا كسبنا المباراة التانية غينية بيساو وكسبنا المباراة التالتة السودان أنا بكرة كل تخوفي من كيروش كيروش ودايما الحاجات اللي بفاجئنا بيها بنشوف لعيبة بتتوظف في أماكن غير أماكنها بنشوف طريقة لعب ممكن تكون مختلفة هو ده خوفي وقلقي بكرة من منتخب مصر أو على منتخب مصر من كيروش علشان كده رسالتي النهاردة لمصر كيروش بكرة زي ما احنا بنقول للعيبة إلعب السهلة احنا برضو بنقولك بكرة حاول تلعب السهلة في التشكيل في توظيف اللعيبة بكرة اللي هيدافع صح هو اللي هيكسب المباراة تاني الحتة دي حتة دي مهمة جدا احنا بنلعب في أدوار إكسائية بمعنى النهاردة اللي هيدافع صح ويخطف الفوز هو اللي هيطلع بالمباراة شفنا منتخب تونس أمام نيجيريا نيجيريا من المنتخبات اللي كانت مصنفة إنها توصل لنهاية البطولة بعد الأداء القوي اللي شفناه منها في أول مباراة أمام منتخب مصر لكن تونس والمنتخب التونسي بكل زكاء رغم الظروف الصعبة اللي كان بمر بيها في المباراة دي واجه المنتخب النجيري بزكاء عمل إيه؟ النهاردة المدير الفني التونسي كان عنده كورونا بعض اللاعبين المهمين كان عندهم كورونا لكن النهاردة قدر الخطوط بتاعت منتخب تونس كانت متقربة قدر يدفع بشكل كبير قدر يقفل الجبهة اليسرى بتاعت نيجيريا اللي فيها الخطورة وبعد كده عندهم لعيب موهوب بيقدر يقفع كورة يوسف المساكني علشان كده قدروا يفوزوا بالمباراة قبل ده كله طبعا الروح الروح بتاعت المتخب التونسي الروح القوية جدا اللي أنا بتمنى إن شاء الله لعيبة مصر تتحلى بالروح دي بكرة الروح القتالية بكرة بنشوف المصريين كلهم بتابعوا لقاء مهم جدا محمد صلاح وارفاكو يقدروا يصنعوا يقدروا يصنعوا يعني مش عايزة أقول المستحيل إن في كرة القدم إحنا عندنا نجوم كبيرة محمد صلاح تريزيجيه عمر مرموش النني عمر السلية محمد الشناوي اللي احنا بنقول أفضل حارس في الدور الأول محمد الشناوي تصدياته الرائعة بنشوف كمان الونش بنشوف أحمد حجازي أيمن أشرف كل لعبة منتخب مصر هنا ما بنصنفش ما بنقول ما بنقولش أهل وزمالك احنا بنقول منتخب مصر كلنا إن شاء الله بكرة وراء منتخب مصر بنتمنالوا التوفيق ومنتخب مصر زي بقول لحضراتكم قادر إن شاء الله إنه يفوز على الدفار لكن كروش زي ما بقول ترجمة نانسي قنقر